اهلا بكم مشاهدين الكرام في هذه التقطيع الخاصة والمستمرة للانتخابات البرلمانية التي انطلقت اليوم في العراق صباح هذا اليوم تأتي هذه الانتخابات وسط حالة من الغضب الشعبي والمؤشرات القوية والمرجحة على حالة عزوف شعبي كبيرة عن المشاركة في هذه الانتخابات بسبب التجربة السابقة لقوى الحكم التي حكمت العراق منذ عام 2003 حيث أكدت وكالة رويترز في أحدث تقرير لها عن الانتخابات في العراق أن العراقيين سيقاطعون هذه الانتخابات لأنهم فقدوا الثقة تماما بالنظام السياسي الحالي القائم على المحاصصة والطائفية ونقلت الوكالة أيضا عن دبلوماسيين غربيين قولهم أن هذه الانتخابات لن تغير من ميزان القوى الحالي في العراق على الرغم من محاولة الكاظمي وشركائه السياسيين تسويقة على أنها فرصة تأريخية من أجل التغيير والإصلاح الشعبي في هذه التققية طبعا سيكون معنا دكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي دكتور مرحبا بك نشاهد هذا التقرير على الانتخابات ثم نعود لنستانف النقاش أو نبدأ النقاش مع ضيفنا دكتور رافع الفلاحي بعد أشهر عديدة من النقاش والجدل بين شركاء العملية السياسية أقر البرلمان الحالي قانون الانتخابات الجديد في شهر تشرين أول من العام 2020 في محاولة واضحة لتهدئة الشرع الذي انفجر في تظاهرات عارمة ضد العملية السياسية وقواها جميعا ومع هذا فهناك من اعتبر هذا القانون التفافا على مطالب المتظاهرين بل عده خداعا وتدليسا لشعب العراقي لأن الاعتماد على الدوائر المتعددة التي أقرها القانون الجديد لن يزيح رموز الطبقة السياسية المستمرة في الإمساك بمقاليد الأمور في العراق منذ العام 2003 فالنائب أرشد الصالحي قال إن القانون الجديد لن يغير كثيرا من حصص الأحزاب الرئيسة في البرلمان لأسباب عديدة أهمها بسبب امتلاكها المال السياسي والميليشيات المسلحة والنفوذ الواسعة في الدوائر الانتخابية وفي مفوضية الانتخابات القائمة على المحاصصة الحزبية كما يتهم القانون الجديد بأنه بعيد جدا عن طموح العراقيين وتعتريها العديد من الثغرات القانونية والسياسية منها أن بعض التيارات السياسية والعشائرية سيكون لها ثقل برلماني كبير على اعتبار الولاء لشيخ العشيرة والمعممين وبالتالي من غير المستبعد أن تحظى هذه المجموعات بغالبية المقاعد البرلمانية أما الجانب الحكومي فله رأي آخر مختلف تماما عن معارضي القانون حيث يؤكد حسين هنداوي مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات أن القانون الجديد يختلف كليا عن سابقه وأن الوصول للبرلمان يعتمد على كل حزب في التحشيد وعلى البرامج الانتخابية ضمن مجموع الدوائر الانتخابية في البلاد التي أقرها القانون الجديد ب83 دائرة وأن من مزايا هذا القانون وفق الهنداوي الترشح الفردي ونظام الصوت الواحد غير المتحول لغير الشخص المنتخب وسواء سارت الانتخابات القادمة في شهر تشرين أول وفق القانون الجديد أو القديم فأن الثابت هو أن العملية السياسية ومخرجاتها لم يعد لها مكان أو قبول شعبي وهو ما عبر عنه بشكل واضح وصريح في هتافات متظاهري ثورة تشرين وبقية القوى الشعبية العراقية أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه التقضية الخاصة التي تأتي بمناسبة الانتخابات البرلمانية التي تجري في العراق حاليا ضيفنا في هذه التقضية الخاصة الدكتور رافع الفلاحي الكاتب بالباحث السياسي ونجدد الترحيب بمرة ثانية دكتور محمد الله دكتور كل شركاء العملية السياسية في هذه الانتخابات بل وحتى ممثلة الأمم المتحدة بلاس خارت هناك محاولة مستميتة في الخطاب السياسي والإعلامي على ربط هذه الانتخابات بثورة تشرين وهناك محاولة للتسويق أنها تأتي استجابة لهذه الثورة هذه الانتخابات خرجت من رحم ثورة تشرين هناك محاولة متعسفة لماذا هذا الربط لماذا محاولة بين قوسين المتاجرة بهذه التظاهرات عن طريق الانتخابات بسم الله الرحمن الرحيم أستاذ ماجد يعني عندما انطلق ثورة تشرين مباركة وهذا الشباب الصغار اللي خرجوا شباب العراق واللي أكدوا أنه يعني شعب العراق شعب حي شعب لا يقبل بالظلوم وهؤلاء الذين سخروا أنفسهم طبال هذه الفترة هذه الطبقة الحاكمة التي جاءت مع الاقتلال عام 2003 سخرت نفسها بالدعايات والكذب والتضليل وكل شيء بالسلاح وبالأمواء كل شيء لتضليل الناس لكن مع ذلك خرج جيل من الشباب الصغار غير ملوث قادر على أن وجيل كبير جدا جدا قادر على أن يشتاز كل هذه عابر للطائفية عابر لأفكارهم وينادي أريد وطن وبالتالي هذا الشباب واجهوا بالرصاص وكنا نعرف وبالقتل وقتلوا من أكثر من ألف شاب من شبابنا الرائعين هؤلاء الذين طالوا بحقهم جرحوا أكثر من ثلاثين ألف واختطفوا الكثير من الناشطين وكذا كانت الصرخة الأساسية التي انطلقت بها يعني لجسدتها ثورة تشرين هي أنها دقت البصمار الأخيف في نعش العملية السياسية لأنه طالبت بإزاحة كل هذه الأحزاب هذه أحزاب فاسدة خربت العراق دمرت العراق كل كلامها باطل كل وعودها كاذبة أوصلت العراق هؤلاء الذين يحكمون العراق هم الذين دمروا العراق وإذا ما كنا نريد أن نبني العراق ونتطلع إلى المستقبل علينا أن نزيح كل هذه الطبقة السياسية ونزيح معهم العملية السياسية هذه التي جاءت بالمحاصص الطائفية والإثنية وبالخراب والفساد والسرقة والنهب والارتهان إلى الخارج هذه هي الحقيقة كل القوى العملية السياسية ومن يناصرها ومن أسسها بالخارج إقليمياً ودولياً كل القوى الدولية ما فيهم الأمم المتحدة ذلك أنت جئت على ذكر بصخار وأقول لك بما فيهم الأمم المتحدة التي هي الطرف وشريك أساسي في دمار العراق هذه حقيقة يثبتت أرادوا أن يقولوا عكس ذلك أرادوا أن يقولوا أن هذه الحقيقة يضللوا على هذه الحقيقة يريدوا أن يقولوا أن لا هذه الثورة لم تكن يعني في نعش العملية السياسية والعملية السياسية ما زالت حية لذلك جاءوا بهذه بهذه الانتخابات اللي سموها مبكرة نعم شباب تشرين الثورة طالبت بانتخابات مبكرة لكن طالبتها بشروط بإطار معين قالت بلا فساد الفاسدين يجب أن يحاكموا القتلة المتظاهرين يجب أن يمسكوا الفاسدين يجب أن يخرجوا لا فساد الميليشيات يجب أن تنتهي وهذه الأحزاب يجب أن لا تشارك كلها لا تشارك في هذه الانتخابات لأنها على باطل والعملية السياسية يجب أن تنتهي وقانون انتخابي وقانون أحزاب جديد يكتب قانونيا جديدين جديدين يكتبها لكي نمضي إلى الانتخابات المبكرة هذا كله لم يحصل هم أرادوا التضليل على هذه القضية وبالتالي دفعوا الناس أنه هذه مطلب من مطالب تشرين نعم كانوا مطلب لكن هذه الكلمة مبتورة يعني هم طالبوا بالانتخابات لكن وفق الشروط وفق إطار لم يتحقق وبالتالي هذه الانتخابات ليست مطالبة ثور تشرين لذلك هذه المقاطعة اليوم اللي نشهدها بهذه الانتخابات رغم كل التضليل وهذا التضليل ليس محليا والدعوات ومحاولة الشحن من شهور طويلة باتجاه هذه الانتخابات داخليا وإقليميا ودوليا يعني لأول مرة نشهد مثلا مجلس الأمن يتدخل في هذه القضية ويصدر قرارا في مايس الماضي قرارا دعم الانتخابات هذه هذه لم تحدث 12 وزير خارجية وعلى رأسهم الولايات المتحدة ووزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية يصدرون بيانة لدعم هذه الانتخابات بالإسخارة وكأنها موظفة بالحكم وموظفة في مفوضية الانتخابات يعني حتى اليوم هي دخلت إلى مراكز الانتخابات وبهذه الطريقة لكن مع ذلك الشعب واعي هذه الشباب واعين لما يجري من هذا لهذه المعطيات معطيات هذا التحشيد الدولي الدعم الدولي لهذه الانتخابات المراقبون يؤكدون أن هذه الانتخابات الحقيقة لا علاقة لها بالتظاهرات هي محاولة أو طوق نجاة للعملية السياسية التي تهشمت أو كانت تظاهرات التشرين هو المسمار الأخير كما ذكرت في نعشها وتهشيم هذه الصورة وهذه الشرعية بين قوسين لكسب مزيد من الوقت لترميم صورتها تعتقد أن هذه الانتخابات ستكون فعلا طوقا منقذا للعملية السياسية بعد تجربة 18 سنة وما جرى في تظاهرات تشرين لا أستاذ ماجد هم يعرفون وكل الشعب العراقي يعرف والإقليم يعرف والعالم يعرف أن هذه فترة محاولة لكسب وقت أطول لكسب وقت أطول لحياة هذه العملية السياسية لكنها ميتة هذا الجسد مات وانتهى يعني هذه جيفته وجيفة هذا الجسد قد ظهرت والناس تشم رائحتها لا يمكن استمرارها لكن مع ذلك يحاولون لأنه فيها مصيرهم وحياتهم هذا النموذج الذي جاءت به أمريكا واللي أيدته إيران وأيد العالم يعني تبعا للهراوة الأمريكية استجابة للهراوة الأمريكية أرادوا منه أن يبقى العراق رعيفا مهللا مكسورا إيران تسيطر عليه وهذه مصالحهم لذلك كنا نتكلم دائما عن تخادم أمريكي وإيراني وكانوا يقولون كيف هذا التخادم التخادم يلتقي في نقطة أساسية مهمة هي أن يبقى العراق ضعيف أمريكا تريده ضعيفا وإيران تريده ضعيفا وكل هذه المنطقة تريده ضعيفا للعراق بهذه الطريقة دكتور فقط أستأذى منك أن تحول البغداد انضم إنا الصحفي أحمد الجميلي لأنه على عجل أحمد مرحبا بيك أعلم مرحبا خياك الله يعني كيف تجري الأمور الآن لعلك في بغداد في بغداد كيف هو الإقبال على الانتخابات كيف هو الوضع الأمني هناك تقارير تتحدث عن إقبال ضعيف هناك إقبال صفر هناك مشاجرات شرطي قتل في ديالة ممكن تقدم لنا صورة ولو موجزة عن الوضع هناك نعم طبعا هذه الانتخابات تجري في وضع مشحون للغاية بين الكتل السياسية الكبيرة تحديدا الكتل الشيعية الكبيرة مثل كتلة التيار الصدري ومنافسيها من كتلة الفتح وكذلك الكتلة التي نزل بها المالكين الانتخابات الحالية لغاية الآن الإقبال ضعيف للغاية في مناطق شرق بغداد مع عدم منطقة مدينة الصدر حيث تشهد المراكز الانتخابية في هذه المدينة إقبالا كثيفا من قبل أسباع التيار الصدري وأيضا من قبل أسباع تحالف الفتح وكذلك المالكي رفضنا حدوث عمليات مشاجرة وتلاسن بين أنصار هذه الكتل السياسية ما يشير إلى أن هناك فعلا جو مشحون قد لا ينتهي على خير هذا اليوم أيضا بخصوص الوضع الأمني هناك إجراءات أمنية مشددة هناك انتشار أمني لقبعات الجيش وكذلك للشرطة ولقوات مكافحة الإرهاب خصوصا حول المناطق التي تتواجد فيها المراكز الانتخابية بينما هناك حركة ضعيفة للسيارات في المناطق الأخرى أي أن لا يوجد حضر تجول بمعنى الكلمة ولكن هناك شبه حضر تجول الحركة ضعيفة للغاية وأيضا في مناطق غرب بغداد أيضا هناك تقادير تتحدث عن إقبال ضعيف للغاية حتى أن هناك صحفيون كانوا متواجدين في المراكز التي خصصت لدخول الصحفيين في منطقة المنصور وكذلك القادسية أكدوا أن هناك إقبال ضعيف للغاية ما دعاهم إلى مغادرة هذه المراكز والتوجه إلى المراكز الانتخابية في مدينة الصدر نعم حتى نقابة الصحفيين أصدرت بيان عن أن مراقبيها من المحامين منعوا من دخول بعض المراكز الانتخابية تتوقع أحمد والمصادر الصحفية الموجودة الآن أن يتزايد الإقبال في الساعات القادمة من هذا النهار؟ ربما هناك تزايد لإقبال الناخبين في وقت العفر فقط وهذا التزايد محدود لأن لغاية هذه اللحظة نتابع عملية الانتخابات في المراكز الانتخابية لعلنا نحصل على كثافة لوجود الناخبين ولكن حتى هذه اللحظة الإقبال ضعيف وهو ما دعا المفوضية مفوضية الانتخابات إلى إرسال فرق جوالة تحمل مكبرات الصوت بالتعاون مع قيادة عمليات بغداد من أجل حفظ الناس على المشاركة بالانتخابات وأيضا بعض مساجد غرب بغداد وشرق بغداد أطلقوا نداءات عبر مكبرات الصوت تحف الناس على التوجه إلى صناديق الاقتراع للمشاركة بالانتخابات أحمد من خلال احتكاكم موجود في بغداد الناس هذا العزوف عن المشاركة عندما يسألون كيف يفسرون ما هو جوابهم عن هذه المقاطعة أو هذا العزوف الكبير عن المشاركة نعم الشبب الأول هو يأس الناس من أي عملية انتخابية تجري في ظل وجود نفس هذه الأحزاب هم يؤمنون بأن هذه الانتخابات ستكون نتيجتها نفس الوجوه التي كانت تحكم في الحكومات السابقة هم على ثقة بأن القانون الانتخابي الذي يوضع والذي قسم بغداد وبطية المدن إلى دوائر انتخابية وأيضا المفوضية الانتخابات التي رشح أعضاؤها من قبل نفس الأحزاب الحاكمة سوف لن تأتي بجديد بل أنها عملية إعادة تدوير لنفس الوجوه ولنفس أعضاء البرلمان والنفس السياسيين بالتالي هذا الياس الذي يصيدر على ذهن العراقيين هو الذي منعهم من المشاركة بالانتخابات لأنهم يقولون بأن مشاركتي لن تغير شيء لأنهم سيعدون بشعارات جديدة وبأسماء جديدة للحكم مرة أخرى شكرا للصحفي أحمد الجميلي من بغداد شكرا جزيلا أحمد دكتور رافع إذا كانت الانتخابات من أجل الشعب من أجل الشعب لمصلحة الشعب لتحقيق آماله لرفع عنه المنغصات لماذا هذه الأساليب؟ أساليب الترهيب؟ أساليب الرشة؟ أساليب الترغيب؟ أساليب الوقف السن يطلب من المساجد أن تكبر في المساجد؟ مدير المؤسسات الدينية يهدد المساجد الذين رفضوا التكبير بالاعتقال شتمهم لحقيقة تحدث معهم بألفاظ سوقية لماذا إذا كانت من أجل الشعب ما الداعي لهذه الأساليب؟ أستاذ ماجد أشكرك لأن هذا الموضوع مهم جدا في فترات كثيرة خلال هذه الثانية السنة كانت القوات الأمنية والميليشيائية تغلق كثير من الجوامع في بغداد وفي محافظات كثيرة وعندما يسألون لماذا غلق هذا الجامع يقولون لأن هذه الجوامع تستخدم لأغراض سياسية للدعوة لكذا قضايا سياسية وهي لم تؤسس على ذلك هذه الجوامع طبعا هي كذبة وهذه الجوامع أسست للعبادة ولذكر الله فقط فكيف تستخدم لذلك نغلقها؟ اليوم عكس هذا الموضوع الوقف السني يقلب المعادلة الحقيقة هو يدخلها بقضايا أخرى ما أعرف ويطالب الناس سياسيا بالذهاب إلى عملية سياسية هو يعرف وكلهم يعرفون أنها مبنية على المحاصصات الطائفية ليس لها علاقة إلا بالفساد والخراب والدمار وهذه الأحزاب الكل يعرف وأهل العراق يعرفون ويناقضون الوقاع والحقائق وكل ما يجري يناقضون الدماء التي سالت والآلام التي كابدها أهل العراق طوال هذه السنوات ويدعون الناس إلى الذهاب إلى انتخابات إيه مكررة لنموذج سبقه وأن حدث في العراق منذ عام 2005 على القلب من أول انتخابات جرت ما يسمونها بانتخابات لغاية الآن وبالتالي عندما يقف هذا مدير المؤسسات الدينية في الوقف السني عامر جنابي مع الأسف يعني لا نقول له إلا اتق الله اتق الله يا رجل اتق الله في الناس واتق الله في دينك لا يمكن أن تأتي بأمة مساجد وخطباء وتعنفهم بهذه الطريقة ويوددهم بالاعتقال بالقوى الأمنية إذا لم تكبروا ماذا وين يعني هذه القضية وين تريدوها وين توصل وين توصل عقولكم يعني هل العملية السياسية المصالحكم الخاصة تنسيكم الدين تنسيكم رب العالمين تنسيكم عباداتكم تنسيكم رأفتكم بالناس حق الله حق الجوامع هذه قضية غريبة عجيبة يعني ناس الأمة والخطباء ناس شرفاء يحافظون على دينهم وبيوت الله في الطريقة التي يرونها صحيحة واللي أوصى بها رب العالمين أنت تريدهم أن يخالفوا هذا وبالتالي تهددهم بالقوى الأمنية وتهددهم يا عامر جنابي يعني اتق الله اتق الله في الناس لا يمكن قبول هذا لا يمكن هذا منطق غريب وهذه لأول مرة تحدث في العراق بهذه الطريقة الفجة بهذه الطريقة الغريبة الآن تحدث يعني ضيفك من بغداد الصحفي يقول أن المفوضية تخلي سيارات متنقلة وقوى الأمنية برعايتها وبالمكبرات الصوت تدعو الناس الشعب العراقي قرر قرار من عام 2018 وهذا ما حصل مقاطعة الانتخابات قرار عقلاني ومنطقي وجزء من خطوة ليسقاطكم جميعا الآن يعني تدفعون الناس لقل يتخلوا عن هذه الخطوة لا يتخلون عن هذه الخطوة هذه الخطوة باتجاه إسقاطكم تقذبون نعم تستطيعون ستقذبون في هذه الانتخابات ستقولون أنها ما أعرف يجد النسبة صعدوها هي النسبة ربما لن تزيد عن 20 بليون وجوز أقل من 18-17% اللي حثت فيه 2018 لكن ستدفعونها باتجاه عالي ولديكم أبواق خارجية وإقليمية ستؤيد هذا وسترفع هذا حقيقة لكن واقع الحال سيثبت مثل ما أثبت عام 2018 أن الشعب ضدكم أن الشعب لا يريد هذا وأنكم مجموعة من الكذابين المضللين وبعدين كل هؤلاء الناس سيقفون أمام الشعب كيف يعني كيف يعني بماذا ستتحدثون مع الشعب بعد كل هذه الخيبة بعد كل هذا الدمار وهذه الشعوب ثوراتها ورفضها للباطل في كل الصراعات التي حدثت بين الشعوب والسلطات القمعية بالتالي الشعوب تنتصر مهما طال الزمن وسينتصر الشعب العراقي سينتصر هؤلاء الشباب سينتصرون لدماء أخوانهم الشباب الذين قتلوا في الشوارع للظلوم للقهر لوطنهم هذا السليب لهذا الوطن اللي سرقوه الحرامية وسرقوه سراق وباسم الانتخابات والشرعية ثانيا يعني حضرتك أتيت على ذكر الشرعية قبل قليل الشرعية هؤلاء الشباب يفهمون الشرعية يفهمون نوع الشرعية وأول أوجه الشرعية هي شرعية الإنجاز ماذا حققتوا من العراق بثمتاع السنة الآن نفس القوى تدعي أنها ستحقق للعراق هذه السوفة وسنحقق هذه شباب المؤامرة دكتور يقولون المؤامرة حالت دون تحقيق أي شيء للعراق المؤامرة الخارجية لا حولوا لقوت الله بالأسرائيل منع تعمير مدينة الصدر هذا العامر يقول المتآمرون الخارجيون ما خلونا نقدم خدمات لأننا من أتباع الحسين يا أستاذ ماجز الشعب كل يعرف والناس تعرف هم يتحدثون مع موات ما أم مع حياة ما شعب حي وشعب مثل الشعب العراقي مع احترامي لكل شعوب الدنيا هذا الشعب حي شعب يقرأ ويكتب حتى لم يقرأ ويكتب دكتور في هذه النقطة الحقيقة هذه التصريحات التي أطلقها العامر وأطلقتها قبل فترة مهدوري الحقيقة قوبلت باستخفاف وازدراء وتهكم سخرية لا نظير لها ومع ذلك تكرر هذه الخطابات لأنه ليس لديهم سوى هذا العقل الكسيح الذي يخرج مثل هذه التفاهات هذا عقل كسيح وحقيقة هم حكموا العراق بعقل كسيح لكن يد تضرب ويد تمتلك السلاح والمال ويهاي المشكلة لكن بالعقل بالمنطق بالمجادلة بالنقاش هم لا يستطيعون يتكلمون هذا الكلام الباطل المعيب المضحك يعني أمريكا والصيونية والمعرف منهم هم الذين منعونه ما هي أمريكا والصيونية هم الذين جاءوا بكم للحكم هم الذين تأمروا على العراق ودمروا العراق وأرادوا العراق ضعيفا وجاءوا بكم إلى الحكم لماذا يعني لماذا هم الذين جاءوا بكم الحكم لماذا جاءوا بكم إلى الحكم إذا كانوا يتأمرون عليكم من يتأمر عليكم إذا كل هذا التأييد الإقليمي والدولي أمريكا تصنعه وكل الدول في العالم الغربية وكل الإقليم كل هذا التأييد يعني عندما تنظر الآن وتدرس وتقيس لا تجد تأييدا لنظام يعني في العالم كله مثل النظام هذه السلطة في العراق ولماذا هذا السبب السبب لأن أمريكا أوجدت هذا النموذج على الرغم من كوارثه لم يشهد تاريخ مثيل أمريكا تعرف هذا وتعرف وكل التقارير الدولية وتقارير الأمم المتحدة الأمم المتحدة تقف مع هذه السلطة وهي تقاريرها تشير إلى أن دولة فاشلة خلقوا دولة فاشلة وهشة أكثر دولة فساداً أكثر دولة خراباً طائفية تفريق قتل ذبح سجون معتقلات تعذيب هذه التقارير ما لتوم تقارير اقتصاد منهار سياسة منهارة فوضى في كل شيء عارمة لكن مع ذلك يؤيدون أنت تسأل نفسك لماذا لماذا يؤيدون هذا النموذج لأن هذا المطلوب للعراق هذا هو المطلوب للعراق أن يكون ضعيفاً أن لا يحكمه أهله يحكمه الغرباء أن تحكمه إيران وتحكمه أمريكا وتحكمه الدول كلها وأن تخرج أصوات نشاز وعقول كسيحة تتحدث بهذه اللغة أنه فلان منعنا أنتم منعكم أن تقدموا خدمات للناس لكن ما منعكم تسرقون تسرقون هذه الأموال أكثر من تريليون دولار سرقتوها تريليون ونصف دولار سرقتوها طويلة 18 سنة لم تبنوا شيئاً هذه المشاريع الوهمية اللي سويتوها هذه الأموال القتل ما منعوكم عن القتل مئات الآلاف من العراق ما منعوكم عن السجون السرية والتعذيب وقبل أيام كانت هذه قصة هذا الشاب اللي ما لعداء لا مذهبي ولا سياسي ولا طائفي ولا كل شيء هو من النجف أو من كربلا كان وزوجته اختفت وإذا بهم يدخلوا يعذبوا من بابل من بابل وحتى الظافر شلعوها نعم وكهرباء وزوجته تظهر فيما بعد إرادة الله تظهرها لزوجته ويظهر أنه بريء وهم وصلوا إلى حبل المشنقة وصلوا إلى القرار أنه إعدامه شنقل وبالتالي يخرج بريء هذا اللي ما إلى خصومة عفواً سياسية معهم دكتور هذا اللي قاله اللي عذبه قال هذا خريج المدرسة البوليسية ما للنظام الدكتاتوري السابق لا إله 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 الله بعد 18 سنة نعم إحنا ما عدنا غير شماع النظام السابق معيب هذا الكلام نعم معيب أنت بعد 18 سنة حجرتوا حتى الفكر يعني بغض النظر عن كل شيء نعم راح النظام السابق ما أنتو 18 سنة تجربتكم وين ما كل هذا اللي موجودين كل اللي موجودين معكم أنتو جبتوهم ونظامكم وطائفيتكم ودستوركم ووضيحكم ماشي تركونا نظام السابق سيء ماشي خلص سيء راح في منطع السنة أنتو تجربتكم وينها تجربتكم تركونا من النظام السابق هذه الكذبة ما عاد أحد يصدقها يعني أول سنوات كانوا يتهمون صدامين معرف منه فجرها هذي تالي العالم ملت ولذلك من خير الشباب تشرين العام 2019 كل هذه الأشياء داست عد أقدامه فوجدوا نفسهم مكشوفين كل هذا كذبهم كل هذه الدعاءات هم باطلة كشفت فلذلك حاربوا للشباب تشرين والمعلومات كل شباب تشرين وكل العراق يعرفونهم أنه الشباب تشرين أغلبهم من الجنوب وهم يعتبرونهم حاضنتهم لهذه الأحزاب الشيعية كانوا يعتبرونهم هكذا لكن خرجوا يطالفون بالوطن العراق عندهم أغلى وحياتهم أغلى وكرامتهم أغلى وأمنهم ومستقبلهم أغلى وحاضرهم ومستقبلهم أغلى من كل هذه الوجوه الكالحة اللي يدمرتهم الآن أخذ الوعود يوعدون الناس بالتوظيف البنك الدولي صندوق النقد الدولي يشترطون على العراق وكل العالم يشترط على العراق أنت تريد أن تبني اقتصاد ويجب أن تبني اقتصاد عليك أن ترشد أو ترشق قطاع العام قطاع العام أنت لديك 6 ملايين موظف شهرياً تحتاج لهم ما يوازي حوالي 6 مليارات دولار تحتاج 6 مليارات دولار يادوب النفط يكفيها حتى تخليه ما تقدر كل شيء سوي فانت بتهليه كلها رواتيك على جيوش موظفين جيش مترهل لا ينجز شيء لا ينجز شيء 7 دقائق هم دراساتهم تؤكد أن 7 دقائق الموظف ما يشتغل باليوم نتوقف عند هذا الفاصل ونكمل إن شاء الله النقاش مشاهد كرام توقف عند هذا الفاصل في هذه التقطية ونشاهد هذا التقرير الحقيقة عن قانون الأحزاب الذي تجري وفق آلياته وضوابطه الانتخابات وهو قانون متهم بأنه قانون مشوه وهش ومفصل وفق على مقاسات الأحزاب الطائفية التي تحكم العراق وبالتالي فهو يمكن من الخطاب الطائفي أو من الأحزاب الطائفية أو الهوية الطائفية والعرقية لهذه الأحزاب نشاهد هذا التقرير ثم نعود ونكمل النقاش مع ضيفنا في هذه التقطية دكتور رافع الفلاحي بقوا معنا في عملية سياسية قد تكون الأسوأ في تاريخ العراق الحديث كما يقول أركانها أنفسهم يحدث أن يصل عدد الأحزاب لأكثر من 300 حزب في نظام زاوج بين الدكتاتورية والفوضة لينتج حالة أودت بالبلاد إلى ما هي عليه اليوم ولأن المتهم هو ذاته القاضي فقد كان قانون الأحزاب الذي أقر عام 2015 مثالا في لي عنق النصوص القانونية وجعلها فضفاضة بما يخدم أهداف الأحزاب التي سطت على جميع مؤسسات الدولة خبراء قانونيون تحدثوا عن الثغرات الجمة التي أتخم بها القانون خصوصا أن فقراته تؤول بأكثر من شكل كما أهمل عدة قضايا على رأسها تبعية الأحزاب للجهات الخارجية وتغذية الخطاب الطائفي فضلا عن إقراره دعم الأحزاب بالأموال ما يثقل كاهل الاقتصاد العراقي لكن العلة الأبرز فيه هو التغاضي عن الأحزاب التي تمتلك أجنحة مسلحة والميليشيات التي أنشأت أسماء سياسية لخوض الانتخابات إذ يمنع القانون هذا الأمر ظاهريا لكنه يتغاضى عنه طالما أن أغلب الأحزاب المشاركة في العملية السياسية تمتلك أذرعا مسلحة مفوضية الانتخابات رفضت التعليق على هذه الحيثية واكتفى أحد مسؤولها بالقول إن العملية السياسية برمتها قائمة على هذه الأحزاب وتطبيق القانون يعني تغيير النظام السياسي في البلاد وعلاوة على ذلك كله تهمل السلطات الحكومية في العراق استغلال المال السياسي ومؤسسات الدولة بل حتى المشاريع الكبرى في خدمة الأحزاب ومرشحها حتى أضحت شعارات إعادة الإعمار وتوفير الوظائف ركائز العمل الانتخابي بصورته الراهنة مئات الأحزاب سجلت في المفوضية يقول نواب في البرلمان إن الكثير منها لا وجود لها على الأرض بل تستخدمها الأحزاب الحاكمة كواجهات جديدة بعد أن استهلكت ما لديها من وجوه وشعارات ما يجعل الانتخابات البرلمانية المقبلة مجرد مناورة سياسية لمنح العملية السياسية فرصة النجاة بعد أن شارفت على الموت خلال ثورة تشرين أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه التغطية الخاصة عن الانتخابات البرلمانية في العراق ضيف التغطية دكتور رافع الفلاحي دكتور الحقيقة كل التقارير الغربية وحتى العراقية والمراقبين يؤكدون أن الانتخابات القادمة ومخرجاتها من برلمان وحكومة الحقيقة هي فقط تؤجل الانفجار الشعب الكبير تؤجله فقط تكسب وقت لكن لن تلغيه ولم تقضي عليه لأنه هذا أسباب الانفجار وعوامل ما زالت موجودة وهذه الأسباب والعوامل هي التي فجرت الثورة تشرين وما بعد انتخابات ربما العراق مقبل على ثورة أعنف من ثورة تشرين فعلا لا هذا صحيح هذا صحيح لذلك كنت أتحدث أنه يعني هاي الوعود بالتوظيف وكذا كذبة كبيرة هم يريدون أن يتخلصوا وانت تريد أن توظف الناس وتعينه يجب أن يكون عندك قطاعات تعمل يجب أن يكون عندك قطاع زراعي يعني ناهض وواسع يستطيع أن يتسع لكل هذه الطاقات يجب أن يكون عندك قطاع صناعي واسع وشامل وعميق ومتنوع لكي يعني يلمكل هذه هذه الأعداد الكبيرة من الخريجين أنت لديك جامعات لا أعرف أن تقشم جامعة الآن بالعراق كلها جامعات أهلية وتابعة الأحزاب وتستفاد من عندها لأنه صارت يعني مشروع تجاري حقيقة وتخرج الناس مع ذلك خريجين وانت وديهم فبالتالي أنت سنوياً يدخل إلى سوق العمل العراقية يعني يدفع إلى سوق العمل العراقية ما يقارب من 800 إلى مليون مواطن عراقي جديد فأنت طوال هذه السنوات أنت غير قادر على أن تعينهم ونتعينهم ستملنا بالكذب الكذب هذا بس يقدرون يعينون المفسوخة عقودهم من الحجد الشعبي ما أعرف من الميليشيات يقدرون يعينهم ذولاً لأنه يحتاجونهم ذولاً غير قضية غير شكل يوفروا لهم الأموال والعراق يخلوا يروح للموت هذا ما لهم علاقة ولذلك هذا يقودنا إلى أن الناس البعض من عندهم راحوا للميليشيات مو حباً بالميليشيات ولا حباً بالجيش والشرطة هذه قسم من عندهم قسم أنا لا أقول كلهم قسم من عندهم راحوا لأنه ما عنده وظيفة فيضطر يدخلوا إياه هذه الأحزاب وصير جزء من عندها ويدخل هذه حتى يعيش فبالتالي صارت مصدر للمعيشة لأنهم صفروا الخيارات المعيشية ما ماكوا خلص إلا هذا أغلقت كلها المنافذ الحدودية لهم والتجارة لهم كل شيء صناعة ما موجودة زراعة ما موجودة استيرادات كلها موجودة فبالتالي أنتم مجموعة من الخريجين إما الخريج عليه أن يهرب ويركب هذه الأبلام البلاستيك ويموت بالبحار أو يروح مثل مثل ذول على حدود بيلاروسيا وكذا واقفين هناك ما حد يدخلهم أو يعني ماتوا ولم يفضلوا الموت على الرجوع العودة إلى العراق فهذه جزء من عندها هذه نموذج هم يحاولون التقطيع عليه يعني لا حد يأتي على ذكرهم هذه جزء من هذه المأساة الصورة صغيرة لكنها تعبر عن واقع ساوي كبير في العراق هذا جزء من عندها أنت عندك عشر ملايين عراقي غالبيتهم من الكفاءات ولا كلهم بالخارج من أجرهم يعني يعني العراقي يحب يترك بيته ويترك أرضه ويترك وطنه ويتغرب وبلاد بعيدة وبلاد لا يعرف لغتها ولا يعرف عاداتها وأطفاله وعائلته وزوجته وأهله وأمه وأبوه حيشون أو يتركهم ويموتون وحيشون وما يشوفهم ما هو من الضيم من القهرة اللي شافه في العراق من هذه التفرقة من هذا الباطل فبالتالي يهرب فوعود بالتعيين بالإصلاح هذه مقتد الصدر وجماعته الإصلاح ماذا تصلح ماذا تستطيع أن تصلح أنت أنت هذا الوضع أنت جزء بي أنت مساهم بي أنت مساهم بالخراب منذ عام 2005 وأنت تقول هو يقول مقتد الصدر يقول أنه نحن من 2005 من أولا الانتخابات لآخر الانتخابات إحنا كنا مثل ما يقول رأس القبان إحنا إذا ما منكون بالعملية السياسية مصدر عملية سياسية إذا ما نكون موجودين مصدر الانتخابات ولديكم ست وزارات وكل المناصب موجودة لكم أمنية وغير أمنية وتجارية وصناعية وسياسية وما عرف شنو موجودة كلها تحت أيديكم وما أنجزتوا شيء الآن إلا يصير رئيس الوزراء صدري حتى تنجزون الإصلاح أي إصلاح وبأي أدوات إذا كان العراق كل مخرر ودكتور مادام أتيت على ذكر التيار الصدري يوم أمس أحد قاد التيار الصدري يقول رئاسة الوزراء إما أن تكون لنا عن طريق الانتخابات وإذا لم تأتينا عن طريق الانتخابات فلدينا أساليب أخرى للحصول عليها يعني شون الحصول أساليب الأخرى يلبسون ينزلون ذولها للقبعات الزرقي يضربون الناس شاتشين الطلقات أو يرجعون على البطل نعم وخلوهم بالبطل هذا الحقيقة واضح التهديد وهذا جزء من عنده هذا انتقل إلى لذلك كان احتيت على هذا الرجل اللي اسمه عامر الجنابي جزء من هذه العملين اللي موجودة بالمجتمع يحاولون تعميمها بالمجتمع لخافة الناس ترهيب الناس بهذه الطريقة أهمت مساجد تعالوا إلا تكبرون إذا ما تكبرون أودكم للقوى الأمنية نفس الحديث تحدث بالميليشياوي نفس الحديث إذا لم تفعلت كذا قتلك أسجنك أختطفك أعتدي على أمك قضية غريبة عجيبة فهذا البلد بهذه الطريقة وهذا هو النموذج البعض يقول أنه أمريكا أخطأت أنه يعني النظام الغربي أخطأ في احتلاله للعراق وما حصل لم يخطأ الحقيقة هذا هو المصمم هذا جاءت أمريكا وعبرة الأطلسي بجنودها وبكل اعتدتها وبكل سياساتها وكل الأموال حتى تفعل بالعراق ما يحصل اليوم لكن هذا لن يستمر لأن الشعب العراق هم لم يحسبوا حسبوا كل شيء لكنهم لم يحسبوا حساب الشعب العراقي لذلك تفاجأوا بالمقاومة العراقية في أول الأيام في أول سنوات تفاجأوا كانوا يعتقدون والبعض قال لهم سيستقبلونكم بالورد والهلاهل وبالتالي استقبلوهم بالرصاص والقتل والدمار وصلوا إلى حالة كانوا لا يستطيعون الخروج من معسكراتهم ويخافون من الخروج من الشوارع لأنه يودعون بعضهم لأنه الموت يعني الشوارع العراق يعني للموت لهم والميليشيات معهم وأمريكا معهم والدنيا معهم وإيران معهم وكل الدنيا معهم لكن مقاومة قدرت أن تكسر شوكتهم هذا الشعب العراقي اللي مفهمه اللي خرج شبابه في 2011 بثورة التشرين وقبلها في 25 شباط 2011 هذا الشعب اللي ما قدروا يفتهموه مقادرين وما قدروا يفتهموه هم يعتقدون أنه هذا يعني شيء شيء خيالي لا ينكون قبوله هذا هو اللي يغير المعادلة لأنه هذا هو الرقم الصعب في كل هذه المعادلة يسون انتخابات يعيدون انتخابات يسون كل هذا التضليل كل هذا على ذكر يسون انتخابات دكتور الحقيقة هناك والواقع يبدو هكذا يؤكد أنه هذا النظام الحقيقي مرتبط بداعميه يعني باقي الآن يتنفس يستمد وجوده من الدعم الخارجي إقليمي أو دولي باقي لأنه هؤلاء يتعهدون بدعمه إذا كان هذا الأمر هكذا الواقع هكذا ما الجدوى ما الحاجة لكل هذه الزفة الانتخابية وصرف مليارات الدولارات كل أربع سنوات إذا كانت بقاء هذا النظام ما مرتبط بالإرادة الشعبية ولا بالصندوق الانتخابي مرتبط بالرعاة الخارجيين لماذا هذه الزفة ولماذا هذا الصرف من المليارات في بلد يعاني أزمة اقتصادية وشبه فلاسمالي هم الخارج والداعمين يريدون صورة ميتة ساكنة يريدون أن ندفع العراق إلى الظلمة خلص ودفعوا العراق إلى الظلمة سنوات طويلة ترى يعني بعد ما استطاعوا التأمر على المقاومة العراقية وجاء السنوات معينة 2011 2012 2012 2013 دفعوا العراق إلى الظلمة الحقيقة وهذه بعد الـ 14 وكذا دفعوا العراق إلى الظلمة بحيث أن تتراقب كل الفضائيات كل وكالات الأنباء لا تجد كبرا عن العراق مع أن العراق مشتعل ساحة مشتعلة ووجود العراق جغرافيا وسياسيا واقتصاديا وموقع مؤثر جدا لكن لا تجده لا في الأخبار لا أحد يتحدث عنه وكأن العراق شيئا منسيا جاء الثورة التشرين أعادت العراق مرة أخرى سحبته من الظلمة إلى الظلمة يريدون الآن إعادة العراق إلى الظلمة وتبقى هذه طيور الظلام هذه هذه الشكول الكالحة هذه الوجوه الكالحة ذول الصراق القتل المجرمين هم الذين يحكمون العراق وتبقى مصالح الغرب ومصالح إيران متحققة واتهى العراق هكذا يريدون لكن هذا يقف أمام شعب العراق شعب العراق حاول مرة ويحاول مرة ثانية وحاول في تشرين وسيحاول كثير وسيسقطهم هم يريدون تجربة يعطون وربما تحدثت عنها وسألت عنها حضرتك هم يحاولون أن يعطوا عمرا إضافيا للعملية السياسية كل هذه القوة علهم يجدون طريقة من الطرق لإنهاء هذا لأن هذه الميليشيات وهذه القوة تتعهد لهم بإسكات هذا الصوت لكن هذا الصوت لن يسكت هذه غير قادرة لكن دكتور الغريب أنه مع مرور الزمن أنه هذه العملية السياسية صورتها رصيد هذكال لديها رصيد جروفها يتآكل بمرور الزمن وليس ينمو يعني في عام 2003 حالها أفضل من حالها الآن بالتأكيد ماجد عقولهم يعني يعني الوقت لم يسعفهم 20 سنة لا يستطيع لأنه بمرور الوقت هذا التآكل تآكل في قياداتهم التي كانوا يعتقدون هي القيادات المثالية وقياداتهم تتجدد وهذه القيادات ليست بقدرة أو بدهاء القيادات السابقة بقدرة ارتباط القيادات السابقة مع غيرها نعم كلهم مجرمين وكلهم كلهم أجراء لكن أقل اليوم أقرأ مثلا لاحظهم كيف يتآمرون عن الناس ويتآمرون على الشعب مظاهرة ستخرج يقول هذا ما يسمى بوزير الصدر لا أعرف ما هذا أي عقل كسيح هذا الشعبوثي هذا الشعبوثي ما أعرف هذا العقل الكسيح اللي كل ساعة طالعنا وزير الصدر ما عرف شنو وزير الصدر هو الصدر يعني شنو حتى وزيره هذا عموما بغض النظر عن هذا الموضوع لكن يقول أنه هناك جتنا أخبار أنه هناك نية لبعض من المتظاهرين اللي يريدون يطلعون تظاهرات في سحة الحبوبي والعبث فإحنا ندعو القوات الأمنية للتصدي لهم وألزامهم لأنه هذا خيانة للوطن وخيانة للديمقراطية وفعلا خرجوا وطوقوهم ما اعتقلوا منهم ناس نعم أنا فقط أنا أقول أنه إذا أنتم تؤمنون بالديمقراطية وأنتم تقولون هاي سونا انتخابات لأنه إحنا مؤمنين بالديمقراطية وعرية الشعب وندعو الشعب لإدلاق بصوته للتغيير تريد تريد تغير تعال الصندوق للانتخاب لأن ديمقراطية إحنا إذا أنتم تؤمنون بالديمقراطية فهذا جزء من الشعب وأنتم تقولون بعض إذن قليلين هؤلاء ليش خايفين من عندهم ليش خايفين من عندهم ومنوا قال لكم يعني يريدوني يعبثون وكذا هم طول حياتهم طوال هاي السنوات ما عبثوا وتظاهراتهم ما عبثوا وكانوا سلميين طيب أنتم ليش خايفين من عندهم وإذا أنتم لكم ثقة بجمهوركم بانتخابات ورح تروحون أنتم ونسبة عالية بالتصويت وجافلان بالسيارة المعرف من هي وانتخب وطمس أصبع بالحبر البنفسجي ما عشي كل هذا أنتم ليش خايفين من الناس خلوا الناس تظاهر وتقول رأيها مثل ما أنتم قلتوا رأيكم وانتم حشدتوا كل قواكم الأمنية وكل قواكم السياسية والمالية والسلاح لإنجاز هذه الانتخابات وحشدتوا الإقليم وحشدتوا العالم كله لدعم هذه الانتخابات يعني ما تقبلون على العراقيين أنتم سموهم بعض البعض يخرجون لكي يقولوا إحنا ضد هذه الانتخابات ما خلوا يخرجون وانتم تقولون ديمقراطية ليش تدعون القوات الأمنية قتلوهم وذبحوهم لأن ذولا خارج ذولا ضد الوطن وخارج الديمقراطية شلون ضد الوطن وخارج الديمقراطية يعني إذا أقول لك إلا أكونوا إياه كاني هاي مثل بوش من قال اللي اللي ويانه مو ويانه ضدنا هو إرهابي نعم اللي ضدنا إرهابي ويجب أن نه قتله هذا نفس القضية نفسه ليش تسبونه بأوشلعت ليش تسبونه وتسموه يعني الشيطان الأكبر ما أنت جزء من الشيطان الأكبر هذا اللي بهذا الفكر الكسيح فبالتالي هذا الفكر الكسيح هو اللي يريدونه أن يحكم العراق أن يستمر في حكم العراق وهذه هي الوضعية وهذه الانتخابات بكل شكله لن تفضي إلى شيء هذه يجب أن تفهمها عقولهم الكسيحة شكرا نشاهد هذا التقرير عن أبرز الثغرات والسلبيات التي سجلها الخبراء القانونيون على قانون الأحزاب الذي تجري الانتخابات البرلمانية استنادا إلى آلياته نشاهد التقرير ونعود لإكمال النقاش مع ضيفنا دكتور رافع الفلاحي في هذه التقضية الخاصة عن الانتخابات البرلمانية في العراق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه التقضية الخاصة عن الانتخابات في العراق التي نستضيف فيها الدكتور رافع الفلاح الكاتب والباحث السياسي دكتور هناك من أنصار النظام في العراق ومؤازريه ومحبيه يقول أن العراق في كل تأريخ كانت عملية تغيير السلطة تجري فيه بالانقلابات العسكرية أو الثورات المسلحة والعنفية إلا في هذه الحقبة بعد 2003 هذه تغيير السلطة يتم عن طريق صناديق الاقتراع والانتخابات وتداول سلمي للسلطة وهذا بحد ذاته منجز كبير للعراق يعني هذه القضية مضحكة رغم أنها حقيقية أو واقعية لاحظ أستاذ ماجد لماذا مضحكة دكتور؟ سأقول لك لماذا؟ لأن الأمريكان تم الاتفاق معهم والأمريكان والبريطانيين أساساً يعرفون هذه الحقيقة يعرفون أن العراق وكل البلدان فيها ثورات فيها ضابط صغير ربما ملازم يركب دبابته ومجموعه ويغير النظام وتحدث هذا وأيد الشعب وهذا الضابط الصغير أو ضابط كبير برتبة لا يستطيع أن يغير النظام إذا مش شعب وقف ويا لا يستطيع في كل بلدان الدنيا يعني ربما يسيطر على وزارة الدفاع يسيطر على لذاعة لكن بالنتيجة يفشل تفشل محاولة الانقلابية وحدث في العراق كثير وإحنا شهدنا في العراق أنه رئيس وزراء كان نائب الرئيس الجمهورية هو وزير دفاع وقائد عام قوات ونائب القائد العام قوات المسلحة ومسؤول قوة جوية سوى انقلاب على رئيس الجمهورية ورئيس الجمهورية كان خارج البلاد لا منجح لأن الشعب المحيط الحاضن لكلها غير معيدة هذه واحد هم عرفوا من البداية أنه إمكانية التغيير في العراق ممكن أن تكون بهذه الطريقة لذلك حلوا الجيش العراقي وكل مؤسساته وشكلوه بناء على البعد الطائفي والاختيارات الطائفية والتوجهات والمحاصصات الطائفية وميليشيات ذلك هذه القوات المشكلة كلها تابعة وهذا شاهدناها خلال الأيام الماضية والتابعتهم وهم يدلون يوم 8 بالشهر في الانتخابات الخاصة في الاقتراع الخاص المن هتفوا هتفوا لأحزاب السلطة هذه التي يتبعون لها فبالتالي هذه القوة موزعة لهذه الأحزاب لا يمكن أن تتعمر هذه جاية لتحمي السلطة ليست قوة جاء قوة الشعب فممكن أن يظهر ضابط صغير ويقود كثيرة من الدبابات ويدخل لغير النظام هذا منعوه لذلك كانوا يقولون أن البيان رقم واحد الانقلاب انتهى عدد لأن أمريكا حققت لهم هذا الموضوع حققت لهم بنت لهم قوة تمتلك السلاح والقدرة بيديهم وتحمي السلطة فلذلك هم يعتقدوا ودفعوا الناس أنه انت تريد تغير وروح للانتخابات روح لصندوق الاقتراع صندوق الاقتراع هم ضمنه بالفساد والقراب والمال السياسي والمال السياسي والسلاح وميليشياتهم وبالتالي انت تروح لهذا انت تنتخب ما تنتخب هي لهم انت تدلي بصوتك ما تدلي بصوتك لذلك رئيس المفوضية العليا للانتخابات قال إنه إذا ما تدلوا بصواتكم ترى صواتكم تروح لغيركم وشلون تروح لغيرهم وانا الديمقراطية وانا الحق وانا العدالة وانا نقام شو تروح لغيرهم قال ومع ذلك هم ذهبوا أم لم يذهبوا هذا لن يؤثر على شرعية العملية الانتخابية شلون ما يؤثر إذا الشعب مراحل الانتخابات وتبقى العملية الانتخابية شرعية شون منطق هذا غريب هذا يا قانون يعني يتحدث عن هذه اللغة يجب أن يكون هناك ثقف نسبة مئوية إذا لم يشغرق فيها الشعب تنتهي القضية العملية الانتخابية هذا غير موجود في العراق لذلك هذا قانون الانتخاب قانون للأحزاب قالوا الحزاب يقول يجب أنه يكون لكل حزب فصيل مسلح وكل الأحزاب عندها فصال مسلحة ومشاركة بالانتخابات وغيروا أسماهم الكثير من عندهم يعني حزب الله لقال حقوق معرف منه وبالتالي يشاركون نفس القضية والعملية تدور شكرا لدكتور رافع الفلاح الكاتب البحث السياسي كان ضيفنا في هذه التقطية الخاصة عن الانتخابات البرلمانية المبكرة في العراق طمع التقطية المستمرة لهذه الانتخابات نلتقي إن شاء الله في التقطيات القادمة في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر